موسيقى والله هنا يعني يعني الوضعية يعني شوية تعرفين الغربة وغير غير أمور تصير والحمدلله وشكر مرات تصير عدنا مناسبات صير عدنا أعراس مثلا مرات صغلات تصير والحمدلله وشكر الأمور زينة يعني منا ومنا بس الظل الغربة هي غربة يعني طبعا نسلم عليه لي ونسلم عليه أصدقائي واخوتي ومشتاقة لأمه هواية وحبيت أسلم عليه هواية هواية وأسلم على كل العراقيين لحبايا أريد أعرف ذكرياتك بالعراق أنت من بغداد أريد تذكر لي مدرستك أصدقائك وأيضا محلتك جيرانك أكيد أنا من منطقة بغاية جيدة حي المعلمين جمت بعدها ديات المدرسة عفوا المدرسة موالتي الابتدائية سما أنطاكيا بعدين من المدرسة الابتدائية رحت إلى معدرسات موسيقية الحمد لله وشكر أنا خرج معدرسات موسيقية عاز في قاعات والحمد لله وشكر أسا جيت لأمريكا وماش الأمور وكل نشتغله الحمد لله وشكر أنت فنان عراقي هنا بالغربة دائما أشوفكم تحيون حفلات عراقية تجمع جميع العراقيين وأيضا غناء عراقي غناء السبعينيات ودائما جمهوركم العراقي من الجالية العراقية يطلب هذا الغناء أكيد هنا هناك حفلات تصير للجالية ألمود واحد شوي ينسى لهموم مالتي أنت أربين وطبعا ينسى الغربة ولو الغربة موجودة وتعرفين العراقي حنين وإنما يروح يتذكر أهل وناصر بس هناك حفلات مناسبات شبيرة تصير تجمع بها الجالية العراقية وأكوا مطربي هنا عغاني قديمة ويرجعون للسبعينيات للثمائينات مطربين هناك بس أكثر شي شباب والحمد لله وشكرا أنا أريد منك أغنية هديها للعراق والعراقيين طبعا أنا ما أغني عازف يقعات اسمين مار المختار عازف مطربين فنانين بس راح نسوي أغنية هيتش ولو أنا مو مطرب هدي هدي العراق وأمي والأهلي كله مشتاق أطير يا الهواء أوصل على بلادي ويا آذان الفجر شكت حلوة وغدادي مشتاق للماء العاذب عطشان تعبني الدرو مشتاق للماء العاذب عطشان تعبني الدرو والقلب والقلب ظل باسمي نادي آه القلب والقلب ظل باسمي نادي ظل باسمي نادي طبعا على بغداد أكيد مشتاق طبعا أكيد مشتاق الأهلي والأم الحبيب وشكرا لكم موسيقى موسيقى هذا اليوم نحن البيت عائلة في السيد أدهم أصار السيد أدهم وزوجته نزور من قناة الفيحاء وتدخل بيتهم حتى تنقل سلاماتهم ومحبتهم للعراق والعراقيين شكرا جزيلا سيد أدهم على هذه الاستضافة لقناة الفيحاء بيت شرفتونا وإحنا بحبكم وقناة الفيحاء من القناوات اللي أنا خصوصا كابعة وكلش مهجب ببرامجها وشكر القائل يعني أبو مهند هاليوم أصريت أنت ومهند أن الفيحاء تكون ضيفة عليكم ونحن لبينا هذه الدعوة لأن كل العوائل العراقية أكيد عزيزة علينا وإن شاء الله نلبي دعوة الجاني العراقية في أي مكان كانوا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية شلو اللي ردت توصلوا من رسالة محبة واشتياق وحنيني ذلك في الحقيقة أني من أحب قناة الفيحاء متابعها وسمعت بكم هنا بليد رون وحبيت أن أضيفكم بيتنا شوفون بيتنا وعائلتي وحتى أسلم على العراقيين وأنقذ تحياتي وشوقي إلى حنين بغداد والبصرة وكل المحافظات العراقية وكل ناسة طيبة أبو ممند إذا نحكي شوية عن الغربة الغربة الأكيد صعبة هنا وأنت اشتياق كبير الوطن والأهل والأحبة هناك خلينا قبل ما نحكي عن الغربة نتذكر أيامك الضغلال أيام الدراسة أيام الأصدقاء المحلة لكياتك كانت جميلة حقيقة أنا طلعت قبل 20 سنة فترة البغداد والجامع عمالة البصرة كانت أيام حلوة يعني أفتقدها السحالي ومو سهلة واحد يترك وطنها بس انجبرنا على الترك لأسباب معروفة الغربة صعبة أنا من السكنة الصالحية موليد البصرة أولا سنة 55 عمري السنة أهل انتقلوا البغداد فنشأتي ببغداد بغداد كنا في الصالحية صالحية منطقة شعبية وكل الطوائف والأديان بيها فمتشعنت بيها متفرقة وفترة الدراسة مالتي كانت سس سنوات بالشواكة مدرسة الشواكة بدلاء البنية بعدين المتوسطة والأعداد هي الكر سنة 73 رحت للجامعة كان الجامعة في البصرة وبقيت بيها أربع سنوات دراسة هندسة مدنية وتخرج السنة 77 وبعدين اتحقت بالجيش فترة ضويلة تقريبا سنوات بسبب الحرب الاستمرار الحرب العراقية الإيرانية وبقيت الفترة كانت موظف بوزارة الرئي بالمؤسسة العامل السنوات تقريبا العراق كلها الشيف تاني فترة البغداد بالتركيز يعني فترة الشباب كانت فترة مميز بالنسبوع فترة الوضع كان الوضع جيد في تلك الفترة فترة نهاية الستينات ويداة السبعينات كانت الغروف ملائمة الأصدقاء يعني عدهم حرية بالنقاش والحوار العلاقات كانت جيدة ما كان أكو التشد والمان التعص فهاي الفترة كانت جيدة بعدين نجورنا بعد الزواج على ترك العراق للأسباب المعروفة ملائمة تذكر أبو مهند تذكر لي أيامك بالعراق بالذات أيام أرسك أيام التخرج مالك أيام أكيد كانت جميلة جدا بالعراق تذكر لي هي شوية ورجعنا أيامنا بالعراق السؤال بالضبط عن فترة الزواج نزوجنا من جناعة سنة 87 والله رزقنا بولد اسمه مهند بن شفير شكرا